عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا مع وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري وخلال الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد تقريرا حول نشاط الشركة أشار خلاله إلى مناطق ومساحات الأراضي المتعامل عليها حاليا وكاد الجاري ضمها وكاد تطرق رئيس مجلس إدارة الشركة إلى موقف الأبار بمختلف مناطق الشركة المنفذة منها والجاري تنفيذها موضحا أن عددها وصل حتى الآن إلى 2520 بئرا وذلك بتلك المناطق تم إقامتها بوسطة الشركة والمنتفعين بالأراضي